اللهم أهله علينا باليمني والإيمان والسلامة والإسلام حلال خير ورشد ربي وربك الله أقيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوة الإمام العادل والصائم حتى يفضل ودعوة مهموم فحص على الاجتهاد في الدعاء لعد الله أن يتقبل منك دعوة تكون فيها رجاتك في الدنيا والآخرة رمضان كريم لجميع مسلم العالم الحب تلقى كالبدون طيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجوم كمرحبا 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 شكرا بس عليكم كنتم بنوزكم كاملين بخير وعلى خير كمرحبا 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 في جميع بقاء العالم رمضان مباركة ليه بدخل لكم الصحة كمرحبا والسلام على كلام أحب بطور العمر إن شاء الله وتحية والسلعة لأهلة نورس والسلام عليكم وحتوالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقول لكم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم وان شاء الله ربما يعيدوا عليكم بالأمن والخير والبركات وشكرا لكم من عملي عم مستننك ومتنا بخير راجنك شكرا لك وشكرا لهم يا رب من خيرك تديهم جهزنا زمان حيات رمضان حمولا كمان هل له لالك يا رمضان رمضان احلى في السودان هل له لالك في السودان وتحلل لما بين الحبان عمد بشايرة كل مكان زار الفرح أهدي الحنان بيك القلوب مليان نور حسن العمل جهب السلوط جهب السلوط السلام عليكم ورحمة الله بركاته حياكم الله أيها الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام وكانت منه من الله سبحانه وتعالى أن يكون عليكم هذا رمضان بفتحة خير والمغفرة والثواب وأن يجري الصلح بين كل أفراد العائلة والأصدقاء وكان نقدم تحية والشكر للأخت نورس التي قامت بالمبادرة إلى هذه الفكرت فالفكرة هذه فتحية لكم جميعا والصورة الظاهرة الآن على الشاشة هي لقناتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر أسلام ومرحبا بكم بكل أنواع الزهور وحييكم معكم نورز الحمرتي من تونس من قناة حمرتي تيفي نتمنى لكم رمضانكم مبروك وإن شاء الله تصوموا بصحة لبدن ونعاد عليكم بالصحة والسعادة والهناء تحية لكل أصدقائي وصديقاتي وأحبابي وأهلي ونقولكم إن شاء الله رمضانكم مبروك اشتركوا في القناة